احنا دايماً بنتكلم عن إن عندنا مستقبل طموح وولدنا بنبقى عايزين يبقى لهم أحسن حاجة وبنبقى متخيلين إن إحنا لما ندخلهم في عنق الزجاجة اللي ما بقتش برضو زي الأول عني عنق الزجاجة بس ظاهرياً على الأقل لغاية مصورة تتغير عندنا إنهم لازم يتحشروا في السنوية العامة وبرغم اختلاف توجهتهم وبرغم اختلاف قدراتهم الزهنية ومهاراتهم إحنا مصورين نحطهم في نفس العنق الزجاجة لو أتيح ليلة نحن نطلق عليها كده ونقولهم تصرفوا لازم نعمل كده كل مرة؟ لا الحقيقة مش لازم الحمد لله إنه بقى فيه اختيارات متعددة دلوقتي وعند حصول الطالب على شهادة الإعدادية وبنبرك لكل أبنائنا ممكن جداً إنهم يختاروا مصار آخر غير السنوي العام وهو السنوي الفني عن طريق مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحقيقة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديل عبقاري لأنه بيتيح للطالب أنه هو يدرس ويتدرب في نفس الوقت ويضمن فرصة عمل كريمة بعد التخرج فهو لما بيدخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بيدرس مناهج متطبقة مع سوق العمل يعني بنصمم المناهج بحيث أنها تلبي احتياجات سوق العمل والحقيقة دي كانت فجوة يعاني منها التعليم في السابق إنه كان بيبقى مخرجات التعلم في وادي ومتطلبات سوق العمل في وادي تاني فمن عبقارية نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية إنه هو بيعمل سد لهذه الفجوة فالطالب بيتعلم بالزبط اللي حيخرج يشتغل به فدي الحقيقة حاجة كويسة جداً ثاني حاجة إنه هو بيقدر يتدرب أثناء فترة الدراسة ثالث حاجة إنه هو لما بيكون يتخرج ممكن إنه هو بقى يكمل تعليمه الجامعي عن طريق الجامعات التكنولوجية يعني خديجي التعليم الفني في السابق كانوا بيضطروا إنهم يعملوا معادلة ويدخلوا من سنة تانية في كليات النظرية ولكن بنموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبح عندهم فاست تراك يقدروا إنه هم يلتحقوا بالجامعات التكنولوجية مباشرة والتي تخصصاتها بتبقى بتبنى على ما درسوا في مدارس التكنولوجيا التطبيقية اشتركوا في القناة